طيب تعالوا بقى نعرفكم أخبار متعلقة بملف مختلف أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة طبعا برئاسة الأستاذ جمال علام تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر موليد 2005 و2008 بشكل رسمي تم إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب 2005 لي واق الرياض والمدير الفني لمنتخب 2008 لي أحمد الكاس وفقا لقرار اتحاد الكرة جاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر موليد 2005 على النحو التالي وإربياض مديرا فنيا علاء عبده مدربا عاما وأيمن طاهر مدرب لي حراس المرمى أما تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر موليد 2008 فكان أحمد الكاس مديرا فنيا عادل مصطفى مدرب عام وأحمد فوزي مدرب لي حراس المرمى والحياء لما نتأمل الأسماء حاليا نحن نتكلم عن أجهزة فنية ممتازة واختيارات أعتقد أنها إن شاء الله ستفرز لنا أجيال جديدة لصالح المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول إن شاء الله